22 ترليون دولار أمريكي هي قيمة المنتجات التي سوف تستوردها الصين في سنوات العشر القادمة لا شك أنه خبر صار بنسبة إلى الاقتصاد العالمي الذي يعاني من بطير انتعاش جراء جائحة كورونا والصين اليوم ليس فقط مصنع العالم بل سوق العالم سوق عالمي منفتح فيمكن للمنتجات والخدمات الأجنابية أن تدخل السوق الصينية دون القلق من قلة المستهلكين لأن الصين تملك أكبر طبقة متوسطة دخل في العالم تجاوز عددهم أربع مليون وفي العام الماضي وصل نصيب الفرض من إجمالي الناتج المحلي الصيني إلى عشرة ألاف دولار لأول مرة في التاريخ الجمهورية وبلغت نسبة مساهمة الاستهلاك في النمو الاقتصاد الصيني 57% ليصبح الاستهلاك الدافعة الأولى للنمو لسنة السادسة على التوالي أعتقد أن معرض الصين الدولي للإستيراط الذي أقيم مؤخراً هو خير دليل على مواصلة الصين الانفتاح حيث اجتمعت المنتاجات المتنوعة من مختلف الدول العالم في شانهاي مثل زيت الوردة السوري وسمسم السوداني ومستحضرات تجميل اليابانية والسيارات الأمريكية وأدوات المطبخ الألمانية إضافة إلى العديد من الخدمات المبتكرة ما يظهر ثقة التجار العالم بسوق الصين ومستقبلها وأود أن أشير إلى أن إقامة معرض تجاري دولي بلغت قيمة الصفقة له حوالي 73 مليار دولار في عام 2020 ليس بأمر سهل لأن في هذا العام لا يزال الوباح تفشى في دول عدة وإجراءة الإغلاق تعم مدنا كثيرة والركود الاقتصادي يقض مذجع الكثيرين والحرب التجارية بين الصين والولايات المتحدة تبقى مشتعلة وما زالت الحماية التجارية وطيار المعارض للعولمة يؤثران على سناع القرار لكن مع ذلك يبقى اختيار الصين واضحا الانفتاح اقتصاد الصين وسوق الصين يشبهان كعكة لتنامى حجمها تصد حاجات الصينيين وتعود بالفائدة على شعوب العالم في آن واحد اشتركوا في القناة